عارف ان احنا تقريبا معظمنا الان ولكن قلق عادي ده قلق صحي دايما في النهائيات خصوصا ان احنا يمكن بعد الماتش اللي فات اتضيقنا معظمنا بما فيه من اللعيبة لما جي فينا الجول في الاخر ولكن مازال الامر في ايدنا ان شاء الله وإحنا النادي الاهلي طبعا كريم اتكلم على الاعداد البدني والاعداد الفني من ميستر كولر ولكن اكيد هو برضو كان فيه اعداد زهني واعداد نفسي مهم جدا 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 للمباراة دي وخصوصا في البدايات والجزء اللي هو الخاص بالجمهور نهاردة طبعا عارفين الاجواء الاجواء هتشوفوا شماريخ وحنشوف كل الوان الطف وحنشوف كل حاجة من جمهور المغربي الشقيق احنا دايما الفرق المغربية على ملعبها يعني يبقى سلاحها الاول جمهورها زي ما احنا كده هنا جمهورنا هو سلاحنا الدائم سلاحنا الاول وسلاحنا الدائم هم بيعتمدوا اعتماد كل يمكن حتى المدير الفني بتاحهم فاندنبروك اتكلم يعني هم اتكلم على ماشر النهاردة معنا بعض الكوليس طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب ووجود معظم اعضاء مجلس الادارة النهاردة بيدي دفع معنوية هيلة للعيبة النادي الاهلي في المواقف ديه يعني بنحس بيها كلعيبة نحس بيها كلعيبة ان احنا محتاجين حد من الجماعة اللي هم بيرقسونا سواء مجلس ادارة سواء رئيس مجلس ادارة ان هم يكونوا متوجدين معانا حاسين بينا بيشدوا من روحنا المعنوية بيرفاعوا من روحنا المعنوية بيأزرونا عن المهانس خالد مرتاجي لو سيسترق انديل طبعا كابتن حسام غالي رئيس البعثة طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب بيفرق جمد جدا 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 مع الفرقة فالكواليس الكواليس النهاردة ان شاء الله ان شاء الله تكون دي كواليس النصر باذن الله كواليس البطولة الافريقية رقم 11 للنادي الاهلي الجميع مركز يمكن زي ما بقول لحضراتكم فترة اللي فاتت خصوصا في اخر اوقات المباراة لما دخل فينا جون تحس بالزعل شديد جدا 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 من اللعيبة وده مش عايز اقول بقى ان هم حاسين بمسؤولية كبيرة جدا ولكن كلنا ثقة في لعبتنا ان هم النهاردة ان شاء الله قادرين انهم يرجعوا بالكاس من هناك باذن الله رب العالمين لعبتنا عملت حاجات كتير جدا جدا وانجازات عظيمة في خلال 3-4 مؤسس من اللي فاتوا الاجواء دي مش غريبة عليها الاجواء اللي بيعيشوها النهاردة او اللي حنشوفها النهاردة في الملعب وحضراتكم عارفين كلكم الاجواء اللي هي اللي خارج الملعب بس لما سؤل اللعيبة او سؤل الشناوي سؤل مستالكورة قالك ان الجماهير دي برا الملعب المهم جوه الملعب لعبتنا عندها من الخبرات انها تقدر تتعامل مع الاجواء دي الاجواء صعبة البدايات دايما صعبة انما ان شاء الله لعبتنا مركزة لعبتنا وقفة على رجليها لعبتنا عايزة وحترجع ان شاء الله عايزة تفرح جمهورها عايزة تجيب البطولة رقم 11 وترجع بيها من عقر دار الوداد المغربي ان شاء الله اشتركوا في القناة